بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الدرس الرابع من الوحدة الأولى وهو عنوان معكوس المصفوفة واستخدامها في حل الأنظمة الخطية أهداف هذا الدرس التعرف على مفهوم معكوس المصفوفة التدريب على إيجاد معكوس المصفوفة باستخدام طريقة جاوس جوردان الحاث التعرف على خواص المصفوفة القابلة إلى عكس انفيرتابول ماتريكس وفي النهاية إتقان حل الأنظمة الخطية باستخدام طريقة معكوس المصفوفة في البداية نتعرف على معنى معكوس المصفوفة أو inverse of a matrix لو أن عندنا مصفوفة مربعة ذات أبعاد N في N A تسمى هذه المصفوفة انفيرتابول ماتريكس أو نانسينجولر ماتريكس بمعنى واحد أي أن لها معكوس أي أنها مصفوفة غير فريدة لو أن هناك مصفوفة مربعة أيضا ذات نفس الأبعاد N في N بحيث تحقق الشرط أن A في B يساوي B في A يساوي I N أي أننا ضربنا هذه المصفوفة في A من على اليمين أو على اليسار لحصلنا على مصفوفة الوحدة من نفس البعد I N المصفوفة التي ليس لها معكوس يطلق عليها non-invertible غير قبيل العكس or singular أي مصفوفة فريدة أو وحيدة هنا معنى نظرية تجيب لنا على سؤال ملح هل إذا وجد للمصفوفة معكوس هل يكون هناك أكثر من معكوس لمصفوفة واحدة أم أنه معكوس وحيد فتجيب علينا هذه النظرية فتقول أن معكوس المصفوفة وحيد إن وجد inverse of a matrix is unique بمعنى if B and C are both inverses of the matrix A لو أن B و C كلا هما معكوس المصفوفة A فلابد أن B تساوي C وهذا معنى أن معكوس المصفوفة إن وجد فهو وحيد نكتب المصفوفة B على الشكل A-1 فيكون A ضرب A-1 يساوي I وA-1 ضرب A يساوي I أيضا أي أننا إذا ضربنا مصفوفة المعكوس في المصفوفة A من اليمين أو من اليسار لكال النتج في كل الحالتين هو مصفوفة الوحدة وهنا تنبيه نهام هو أن الرمز A-1 ليس معناه كما في الأعداد واحد على A مقلوب فمثلا في الأعداد حينما أقول 5 أس ناقص 1 هذا معنى 1 على 5 أما في المصفوفات إذا كنا A-1 هذا ليس معناه أنه 1 على A فالقسمة على مصفوفة غير معرفة القسمة على مصفوفة غير معرفة بينما الرمز A-1 ذو معنى أنها معقوس المصفوفة بمعنى إذا ضربناها في المصفوفة A من اليمين أو اليسار لحصلنا على مصفوفة الوحدة ترجمة نانسي قنقر